هذا ووصف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس الحصار المفروض على قطر من قبل بعض دول الخليج ومنها السعودية بأنه وضع معقد للغاية وأكد ماتس ضرورة أن تساعد الولايات المتحدة في جهود حل الأزمة الخليجية الراهنة عبر إيجاد أرضية مشتركة بين أطرافها مشيرا خلال كلمة الله أمام لجنة الخدمات المسلحة في الكونغريس إلى أن أمير قطر قد ورث تركة صعبة وأنه يسير في الاتجاه الصحيح لدينا بالطبع مصالح مشتركة مع قطر التي تصطدف أكبر قاعدة لنا هناك لذا علينا العثر على أرضية مشتركة أو خلق أرضية مشتركة والتحرك معا الوضع شكل تحديا لنا فهو فوضوي علينا أعترف أنه فوضوي ولكنه شيء نيب أن نعمل معا لإيجاد مخرج الله